اهلا بكم متابعين العزاء استنفر غياب مواطنة عمانية مفقودة منذ ايام تدعى حميدة رجال الامن وافراد الشعب في سلطانة تعمان على حد سواء ودشانة حملة كبيرة لاكتفاء اثارها والبحث عنها واوضحت الروايات ان السيدة حميدة كبيرة بالسن توجهت كعادتها لحفظ القرآن لكنها اخطأت اليوم وعندما وصلت علمت ان موعدها خاطئ فشرعت في الرجوع وهي مصابة بالسكري وتتوقف من وقت لاخر اثناء سيرها للراحة بحكم سنها وتشير الروايات المتداولة لان البعض شهادها تمشي في حدود الساعة الحادية عشر صباحا بهذا اليوم وانها كانت اقتربت من منزلها وببحث الكاميرات المتواجدة في بعض المنازل لم يصر لها على اثر وتم البحث عنها في كل ارجاء البلد وتمشيط المنطقة من قبل الاهالي والفرق الاهلية وكذلك الابار والبلوعات بالتعاون مع شرط التعمان السلطانية ولفت البعض لانه ربما كانت الولدة حميدة ترتدي حلع من الزهب وربما سولت الأحد نفسي أن يهاجمها لأجل الصرقة وتم البحث عن المفقودة العمانية أيضا بواسطة الكلاب البوليسية التي كانت تتجه نحو الجبال دائما وبالفعل بحث الفريق في مسافات طويلة دون فائدة ومنذ الإعلان عن هذه الوقاعة تصدر الوسم باسم المواطنة العمانية المفقودة قائمة الوصوم الأكثر تداولا بتويتر سلطانة عمان وعبر الوسم الذي شارك فيه الألاف انهالت العديد من الدعوات على المواطنة المفقودة أن يرده الله إلى أهلها سالمة وعرض كثير من العمانيين مساعداتهم في البحث عن الولدة حميدة وبالفعل توكونت عدة فرق للبحث عنها ونفت حسابات عمانية ما تم تداولهم من خبر كاذب بشأن العصور على السيدة المفقودة مفارقة الحياة في واد الشباج بولاية إزكا وأكد النشطون أن الخبر الكاذب المتداول بشأنها هو خبر قديم ويعود إلى حادثة قديمة ربنا يرده لأهلها سالمة غانمة فضلا لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والسلام عليكم